مساء الورد والياسمين على حبيبي في كل مكان يارب تكونوا بخير النهاردة هنعمل أكلة من التراس المصري الأصير يعني مهما اخترعونا أكلات أشكال وألوان لازم لازم نحن نرجع للأكلات بتاعتنا المصرية اللي مافيش زيها النهاردة هنعمل طواجن البامية باللحمة في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وكمان هيطلع الطعم بتاعها خطير مبدأيا جبت بصلة مفرومة ورفعتها عن نارش ثمنة وملح وفلفل وجلبتها شوية حلوين حوالي خمس باي والمهم جبت ما البصل لول كمان نزلت باللحمة غسل اللحمة ومصفيها كويس من المياه وبعد كده هنزل بيها على البصل علشان اللحمة والبصل يتشربوا من الطعم مع بعض وتكون اللحمة كده ميززة وطعمها حل هنا عندي اللحمة طبعا لحمة الموزة أحلى لحمة طبعا ملهاش حال وكمان كم حتت كده عكاوي يعني خليط ما بين الموزة والعكاوي يعني أكلة كده ضمار 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 وبجلب اللحمة مع البصل وبع كده بغطيهم وهد النار على النص أو أجل من النص شوية بسيبهم كده يتشربوا مع بعض بالطريقة دي اللحمة بيكون طعمها خطير وبسيبهم بالشكل ده كل شوية أفتح عليهم واجلبهم وكمان أهد النار علشان الأكل ما يتلاسوعش معانا وبستمر في التجليب لحد ما لون البصل ياخد اللون البني الخفيف بالشكل ده وطبعا بعد كده بنزل بالسلسل السلسل دي أنا مطلعها على طول من الفريزر دي أنا برضو انفرزها في البيت آآ بفضل أجلبها مع اللحمة الحد ما تفق معانا وأول ما تفق هزودها شوية مية وغطي الحلق واسيبهم الحد ما يستوه وكل شوية بروح أتشك عليهم واشوفهم لو عايزين مية تاني الحد ما يستوه ولا لا والتسوية طبعا على حسب سن العجل كان سنه كبير أو صغير يعني اللحمة بتاعتي أخدت من ساعة ونص لساعتين الحد ما استويت يعني ما كانش كبير خالص يعني كان حلو كده وصل فهنا أنا بغطي الحلة واسيبهم لحد ما يستوه خالص وبعد كده أبدأ أحضر في الباميا هنا اللحمة دي في نص التسوية بتاعتها ده الشكل بتاعها هنا خلاص اللحمة استويت فطلعت الباميا من الفريزر في الوقت اللي هاستخدمها فيه على طول يعني ما طلعهاش واسيبها تفك أنا عايزها كده بالساجعة اللي هي فيها يا دوب بس اخسلها من الايس اللي فيها وابدأ أشتغل على طول قطعها الباميا دي أنا كنت زرعها في البيت وفرستها معاكم الصف اللي فات شايفين جاعدة محافظة على اللون بتاعها ازاي ما حصل لاش اي حاجة صراحة طريقة ممتازة هنا كنت خلاص شغلت على الباميا المية يا دوب ثواني بس اه اتغسلت من الايس اللي فيها وخلاص وبقطعها بحب بقطعها أنا قطع كبيرة ما خليهاش صغيرة أجرن الباميا الصغيرة بسيبه على كده ما بقطعوش خالص واللي حابب يقطع الباميا أصغر من كده برضو مفيش مشاكل أنا بس بحب أعملها كبيرة علشان تاخد وقت وراحتها في التسوية وتطلع كده ميززة وحلوة تتشرب كده من الصغيرة ويبكي طعمها خطير خلاص أنا أجرنطع كل الكمية وبعد كده هنزل بهم على الحلق فوق اللحمة على طول يعني مش هطلع اللحمة ونزل الباميا اتنين مع بعض واسيبهم على النار لحد ما الباميا تستويهية خلاص كده اللحمة كانت استوت بس هنزود السوة بتاعها وتاخد الوقت كمان مع الباميا والباميا في التسوية بتاخد حوالي تلت ساعة بعد ما خلاص الباميا استوت هاخدهم وغرفهم وحطهم في الطواجن بعد ما حطهم في الطواجن هداخل الطواجن الفرن على درجة حرارة عالية على الرفل في النص وول ما يبدأوا يغلو في الرفل في النص هطلعهم على الرفل من فوق ياخدوا اللون وبعد كده هطلعهم الموضوع ده بياخد حوالي نص ساعة هتسألوني وتقولوا الوقت كتير على اللحمة واللحمة استوت أوفر احنا هنا في البيت بنحب اللحمة تكون مستوية يعني زيادة على اللزو يعني كده زي بتاكل الزبدة هنا خلاص زبطت الطواجن هداخلهم الفرن واسيبهم لحد ما بيتحمروا يطلع شكلهم وطعمهم خطير احلى طواجن باميا ممكن تجربوه طريقة ممتازة وبصراحة خطيرة 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 وفي نفس الوقت ما فيهاش اي طعب خالص وكمان ما بنبهدلش المطبخ وما بيتسيبش ورانا مواعين يعني الموضوع كله سهل من كل ناحية هنا خلاص طلعنا الطواجن شايفين الشكل بتاعها عاملة ازاي خطيرة يعني الشكل بس يفتح النفس بصراحة على الاكل اتمنى تجربوها بطريقتي بصراحة هتين بهروا من الطعم واللزازة وكل حاجة حلوة في الطواجن دي الطواجن دي خطيرة طواجن سحرية بتغير الموت خالص يعني اتمنى كل اللي عجبوا الفيديو لايك وشير للفيديو واللي اول مرة يشوف قناتي اتمنى يشترك فيها ويفعل زر الجرس وتابعوني على صفحة الفيسبوك مطبخ كاما ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد سيو باي باي